دلوقتي منتهى البساطة تقدر تقول لشات جي بي تي شوف اخر تصميم عملته على كنفا وعلق عليه مش هتاخد لقطة شاشة وتعمل سكرين شوت وترفعه على كنفا ولكن انت حتقوله شوف اخر تصميم عملته من خلالك الموضوع ده هيتم ازاي؟ للي هنكلمك عنه النهاردة مودع بها قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حال كنفا اعلنت على لينكد ان شات جي بي تي دلوقتي يقدر يفتش جوه حسابك في كنفا عن طريق كوننكتور اسمه دي بري سيرش وده مش بس بيقرر النصوص ده كمان بيفهم الوايد بورد والملسقات والتصميم كاملة الموضوع هيتم بطريقة سهلة جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي لحد لحظتنا هذا الحسابات المتوفر عليها هذه الميزة هي حساب شات جي بي تي بلس وتيمس طبعا وبرو اما بالنسبة الحساب المجاني لست مش متوفر عليه واعتقد الموضوع ده كمان موجود في شات جي بي تي بلس في امريكا ومعظم المناطق اللي خارج اوروبا يعني طالما انت مش خارج اوروبا مش هيكون فيه مشكلة في هذه الجزئية عشان كده لو في الحالة دي انت هتحتاج بقى في بي انا عشان تقدر نينتا يظهر لك الكنكتورز لكن احنا النهاردة هنشوف مع بعض ازاي تقدر تعمل كوننكت شات جي بي تي بكانفا وتستخدموا داخل شات جي بي تي ما تروحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجع نالكم مرة تانية عشان نشوف ازاي حنقدر نستخدم كونفا داخل شات جي بي تي او نتكلم مع شات جي بي تي عن تصممنا داخل كونفا حاجة حنبتدي ان احنا نعملها مع بعض هي ان احنا نروح لالسيتنج تروح لحسابك تدوسها السيتنج ومن السيتنج تبتدي تروح للكوننكتورز من كوننكتورز هتلاقيني متوصلة على كونفا لو انت لسه مش متوصل هتلاقي هيظهر معاك هنا في براوز كوننكتورز هتدوس عليه هتبتدي وديك على حسابك على كونفا ويقولك اللاو ان شات جي بي تي يرتبط بحسابك داخل كونفا والاتنين هيتصلوا ببعض وحيظهر لك كونفا دي بري سيرش هو بيستخدم من خلال الدي بري سيرش واخد بالك من النقطة دي ليه بقولك خد بالك من النقطة دي انا دلوقتي متوصلة بكونفا لو انا رحت هنا وابتديت ان انا ادوس على الجزء الخاص بالتولز مش هلاقي كونفا موجود علشان يبقى موجود لازم اعمل رون لدي بري سيرش ولازم افعل الكونفا في السورسز انت عندك هنا انفع على الويب سيرش وانفع على كونفا وكنت قبل كده انفع على الجيميل واستخدمته انا هنا فقط انفع على الويب سيرش وانفع على كونفا فدلوقتي اقدر ان انا اشات مع كونفا عن اي حاجة موجودة داخل حسابي اللي هو مربوط بشات جي بي تي قطبلك من الحتة دي لان انت ممكن يكون لك اكتر من حساب على كونفا فانت اكيد رابط حساب معين بشات جي بي تي انا هنا عندي وايد بورد داخل حسابي على كونفا وعايزة يديني سامري او يديني فيدباك عنه فانا عملت الموضوع ده من قبل علشان موضوع الدي بري سيرش بياخد وقت شوية لسه كمان بيبتدي انه هو يدور انا هنا قلت له يديني سامري عن وايد بورد اسمها سايد ماب فهنا بيقول لي just to confirm بيأكد اذا كنت عايزة ايه بالضبط انا قلت له يديني كل اللي انت ذكرته فابتدى ان هو يروح ويروح لحسابي يضايف ان الحساب بتاعي يدور على السايد ماب اللي هو الوايد بورد ويبتدي يديني سامري ليها حتى الان هو واخد وقته لانه بيستخدم الدي بري سيرش وبعد كده حيبتدي يديني السامري عن الوايد بورد تم الانتهاء من عملية التلخيص الخاصة بالسايد ماب ده اسم الوايد بورد يعني سايد ماب ديزاين اوفر فيو اوفزا سايد ماب بعطيني اوفر فيو بتقدم ايه تتكلم عن ايه وايضا المين سكشنز والجروبنج الموجودة في الوايد ماب كي انسايدز والانتيندد اكشنز يعني زي ما انتوا شايفين كده مسك السايد ماب بتدى انه هو يلخص كل جزئية فيها انا مش شايفة والله انه ده تلخيص انا شايفة انه هو عمل لها تحليل مش تلخيص زي ما احنا شايفين فهنا انت تقدر تخش على اي تصميم وتقدر ان انت تتناقش معاه في التصميم ده تقول له مثلا هل في اي اقتراح لإمبروف الديزاين او اقتراح لانك تعمل إمبروف للوايد بورد وبالتالي هي دي الاستفادة اللي انت هتحصل عليها من عملية الكنكت مابين او باستخدام الام سي بي اللي بيعمل كونكت مابين شات جي بيتي وكانفا ده بالنسبة لي الميزة الجديدة الموجودة حاليا واللي فيها دلوقتي اصبح متاح ان انت تتكلم عشان جي بيتي عن تصميماتك داخل كونفا اتمنى تكونوا استفادتوا فيديو سريع ولكن ميزة مهمة اعتقد للكثيرين اللي بيستخدموا كونفا وانا من ضمنهم فاشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفوتك فريو زي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنت حاول تشارك الفيديو مع الاخرين المهتمين بنفس المحتوى عشان يقدر يوصل لكل المهتمين بهذا المجال اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى ولو كنت بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا